بعد طول انتظار أخيراً الدولة طلعت قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لتلات تلاف جنيه وصحيح المبلغ في ناس شايفة قليل لكن برضو خطوة كويسة بس السؤال المهم هنا هل كل شركات القطاع ملزمة بالتنفيذ؟ ولا القرار هيبقى حبرة على ورق؟ وهل ممكن تسمح الحكومة باستثناءات لبعض الشركات زي ما كان بيحصل قبل كده؟ أنا مريمك دي ويلا بينا نعرف إيه الحكاية خلال الأيام اللي فاتت المجلس القومي للأجور في مصر أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص علشان يبقى تلات تلاف جنيه بدلاً من 2700 جنيه وهنا بقى مربط الفرص طبس زي؟ بص يا سيدي سبق وأعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة المرتبات في القطاع الخاص إلى 2400 جنيه وده بداية من يناير 2023 بس ساعتها في شركات اعترضت وقالت أن الظروفها ما تسمحش بتنفيذ القرار ده بسبب وضعها الاقتصادي وفعلاً الحكومة أعلنت عن استثناءات لبعض القطاعات من القرار ده زي قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات وخاصة اللي بيتم تصدرها للخارج وكمان بعض الشركات السياحة وبعض المدرسة الخاصة والشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة وده اللي خلى ناس كتير تسأل هل شركات القطاع الخاص ملزمة بتنفيذ القرار الجديد للحد الأدنى للأجور بقيمة 3000 جنيه ولا برضو هيبقى فيه استثناءات هنا وزارة العمل طلعت تحسم الجدل وقالت بشكل واضح أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قرار ملزم لكل الشركات من غير أي استثناءات دي كمان وزارة العمل بعتت كتاب دوري لكل مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر علشان تتابع تنفيذ قرار المجلس القاومي للأجور وحسب التعليمات في الكتاب الدوري ممنوع على أي مديرية عمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت في القطاع الخاص للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور اللي قرروا المجلس وعلشان تضمن تطبيق الزيادة الجديدة بنفس الطريقة في كل المحافظات حط التعريف دقيق للأجر وعلى أساسه بيتم احتساب الحد الأدنى للأجور وده بيشمل العمولة والنسبة المئوية والعلوات والمزايا العينية والمنح والبدلات ونصيب العاملين في الأرباح وأخيراً لو أي شركة أو منشأة في القطاع الخاص خلفت قرار المجلس القاومي للأجور على طول بيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وده حسب أحكام قانون العمل وحسب الدكتورة حنان نظير مناصق المجلس القاومي للأجور فتطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور هيبدأ من يوليو اللي جاي ولغاية دلوقتي ما استلمش المجلس أي طلبات للاستثناء من القرار وعلشان تطمن الناس أكتر قالت إن الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور كان لمرة واحدة عند صدور القرار بزيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2022 زي ما قلنا من شوية وفي الآخر طلبت من العامل التعاون مع المجلس في وزارة العمل علشان يقدروا يحلوا المشاكل أول بأول دلوقتي بقى قلونا إيه رأيكم في زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه ولو أنت أو حد مما عارفك شغل في القطاع الخاص قل لنا شفت الشركات كانت غير ملتزمة بقرارات زيادة المرتبات ولا لا؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر